ومع تصاعد لغة التصعيد بين واشنطن وبيونج يانج أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع جيم ماتيس توجه في جولة تفقدية على قواعد عسكرية في غرب البلاد للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من البنتاجون مرسلنا جو تابت جو أهلا بك إلى هذه النشرة جو في ضوء ما ذكرته في نشرة سابقة عن أجواء البنتاجون من ترقب واستعدادات عسكرية إضافة إلى التعويل على الدبلوماسية كيف نقرأ زيارة ماتيس برتا هي حالة من الترقب يعيشها البنتاجون اليوم إذا صح التعبير هناك انتظار أو هناك سباق بين المساعي الدبلوماسية من جهة والاستعدادات العسكرية من جهة ثانية جولة وزير دفاع جيم ماتيس إلى غرب الولايات المتحدة مما لا شك فيها هي أنها أولا كما قيل لنا هنا في البنتاجون للاطلاع على القدرات العسكرية الأمريكية فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية الصاروخية وأيضا القدرات الردع الصاروخي وفي هذا الإطار زارة ماتيس أهم غواصة نووية أمريكية هي يو اس اس كنتاكي التي تحمل أكثر من عشرين صاروخا باليستيا هذه الصواريخ بإمكان الولايات المتحدة تحميلها رؤوسا نووية وأيضا بإمكانها أن تعبر القرارات إذن زيارة ماتيس إلى القواعد العسكرية هي الاطلاع على القدرات العسكرية الولايات المتحدة وعلى الجهوزية وأيضا بيرتا هي رسالة واضحة إلى نظام كوريا الشمالية بأنه عليه أيعي ماذا يمكن أن ينتظره في حال قرر إطلاق الصواريخ ضد جوام وهي أرض أمريكية أو ضد مصالح أمريكية مصالح حليفة الولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية أو اليابان هناك حالة ترقب لكن في الوقت نفسه هناك تعويل على الديبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكان هناك بيان واضح لجيم ماتيس مساء أمس قال فيه بأن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة خطر كوريا الشمالية إلا أنها في الوقت نفسه تعويل تعويلا كبيرا على مساعي الديبلوماسية في إطار المساعي الديبلوماسية أيضا هناك وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى سيزور العاصمة الصينية بيجينغ في الساعات القليلة المقبلة شكرا لك جهتابة على كل هذه التفاصيل كالعادة من البنتاجون